أنا اسمي هولي نصر عندي عشر سنين أنا عندي ثلاث إخوات كبيرة اسمها كارول والتانية اسمها أنجلة والثالثة اسمها جويس إحنا في الطبيعي كنا يعني كعيلة كنا كل يوم بصفحي يعني بنتجمع بنصلي في القوضة بنبضل يعني بابا حتى كان بيبضل يسأل أسئلة كده على اللي إحنا قلناه وكان تبقى حكايات حلوة وأنا عندي ست سنين كنت بلاقي بابا في حاجة غريبة يعني كان بيصلي أكتر وكده هو كان تعبان بعدك كان بيروح راح المستشفى بعدكده لقيت ماما فجأة جت ولما جت بقى ملعناش بابا يعني وهي كانت لابسة اسود بس فإحنا تخضينا يعني وكده وقعدنا نسألها بين بابا كما بابا راح السماء كنت عارفة اللي هو يعني فيه أوقات كنت بحسيها عاوزة بحتاجة بابا في أوقات كده فكنت بفضل أقول برضو يعني إن ليه يعني أخدته السماء ما كنت واحتجاله كإنسان بشري عاوزة أحكي مع بابا يعني لكده بقى عادي لما الدنيا ما بقى أشد علينا بقى فكر بقى مع شرح ماما وأخواتي وكده بيقولولي ما هو يعني السماء دي مكانها لناس الحلوة السنة اللي فاتت في الشتا سافرنا مؤتمر طبع كنيسة الفجالة الأستيس كان بيقولنا إن إحنا نصلي يعني فحسيت اندمجت يعني مرة واحدة حسيت حاجة مختلفة وأنا بصلي يعني يعني بحساس غريب شوية إنه هو يعني بكلم ربنا كده حسيت إنه هو يعني بقى جنبي أكتر عشان ما يسدنيش يعني إنه هو بيحسسني إنه هو بدل بابا بابا البشري هو بيحسسني إنه هو بدل بابا الساعات لما يعني بتخانق أنا وأخواتي كان طبيعي اللي هو بشكل بابا بقى وبشكل ماما اللي هو عشان اللي هو يعني عشان اللي هو يزعق لهم وأنا أجيب في الآخر حقي يعني لما كنتش بلاقي لما كنتش بلاقي حدا أتكلم معاه كنت بايجي أعود لوحدي وبقى يعني بفضل أشكي بقى وأبكلم كده وأبتكلم لحاجات الأجزيمة بعد المؤتمر بقيت أحس يعني إنه ربنا بقى واقف معاه شوية يعني مثلا إنه لما بتخانق مع أخواتي كنت بحس بردو إنه إنه ربنا بيصلح ما بيننا يعني يعني عارفت إن عادي ممكن أتكلم مع ربنا أحكي معي في فكاة كعيمة ومع بابا لأنه أصلا بيبقى مسموع أتكلم معاه الحاجات اللي بتقف معي في المدرسة والحاجات اللي بتقف هنا حتى لو كان كنت بخبي حاجة يعني مثلا كده وبقولها في الآخر لمواما برضو يعني بقادر أقولها ربنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر